اشتركوا في القناة شينجي كان قوي جدا وبيرمي نينجي تشو بقوة على الحيطة وساعتها هونجيي كانت فائت وبتحاول انها تحمي نينجي تشو وتتغلب على اليانج للأسف قوتها بالمقارنة بقوته كانت ولا حاجة بيساطر عليها بسهولة وبدأ انه يمتصق قوها الروحية علشان يتحرر من تشكيلة السحر المايدة بساعتها هونجيي بيتفجأ وبتعمل حركة ما كانتش متوقع وقتها شان شان بتتحكم في الصخور بالتعويزة وبتهجم بيها بس اليانجي بيهزمها برضو وبتتصاب نينجي تشو بيرجع ياتله والمرأة دي كان دخل في مستوى روحي اعلى وشاف مهارات كهورا وبتعلمها بسواء انه يقاتل بيها اليانج تشي ومع ان اليانجي كان متأيب بسلاسل لانه بيخدع نينجي تشو وبتحرجوا زي الشبح حواليه من كل اتجاه لغاية ما نينجي تشو بيعرف مكانه الحي وبيصيبه وبيقتله في اخر انفاس لانجي تشينج كانها القوات الشيطانية لانجي تشو خلاها ممسوس بالطاقة الشيطانية بعد شوية كانت تشوانجي لسه بتحاول تتعافى من اصابتها في نينجي تشو بيساعدها وبيديها المندل السحر اللي اخته الدتهوله قبل ما يسافر بيتفق معها انهم يخرجوا ويكملوا رحلتهم مع بعض علشان محدش منهم يحصلوا حاجة في لعا تلك انجي وانجي ميشينج ماشي في الشارع وبيهجم تلميز معلم الدولة وبيحاول هو والجنود انهم يوضع عليه بس جوانجي مينجي بيستخدم سحره وبيخطفي من قدامهم وقتال معلم تانجي سي بيقرر انه هو اللي يروح ياجم جوانجي مينج ويتواجه معاه وابل ما ينفس قراره بيروح الاول للملك ويسلمه مفتاح تعويزة الحماية علشان يكون معاه ويسلمه بعدين لنينجي تشو لما يرجع بما انه حامل مدينة نينجي تشو هو ماشي في الاصر المهجور بيقابلهم بوابة من الحجر ما كانوش عارفين ازاي يفتحوها بس لما بيحرك ييده اللي فيها الخاتم السحري قدام البوابة بيتفاجئ انها تفتحت في ثواني في الوقت اللي كان جوانجي مينجي في البيت مع سانجي سانجي وبيبي بيظهر المعلم تانجي سي وبيتكلم مع جوانجي مينجي وبيتفق معاه النوم يخرجه وتوجه على التل بعد ما الاثنين قواهم بتتصادم وما بيلعبه وجوه واللوح بتكسر بيتفاجئ تانجي سي ان سانجي سانجي تبقى تلميزي جوانجي مينجي كان باستغرب من المصادفة العجيبة دي لانها خادمة تلميزي تاني يوم سانجي سانجي بتاخد معاها اثنين من القدور وبتروح مع المعلمين لما بيوصلوا لقمة التل الاثنين بيتقتلوا بقواهم السحرية جوانجي مينجي كان بيطلب منها انها تركز في الحركات اللي يعملها علشان تتعلمها بتانجي سي وكمان كان بيقولها تحفظ التعويزات والحركات اللي بيعملها علشان تنقلها لنينجي تشوه الاثنين قواهم السحرية لما بيستخدموها كانت سبب موتهم والاثنين واحد كان بيتحكم في الصخور والتاني بيتحكم في النور ولما بيستخدموا كل قواهم بتترد عليهم وبيموتوا في نفس اللحظة بعدما بيعرفوا ان النور المطلق هو الظلام المطلق وانه نبوك جوانجي مينجي لا كانت غلط ولا كانت صح وانهم هما اللي فسروها غلط ساعتها سانج سانجي بتنهار لانها ما كانتش عارفة تجمع رمضهم اللي انتشر في الهواء ساعتها جومو بييجي وبيساعدها بيستخدم قوته السحرية وبيخلي رماض كل واحد من الاثنين يجمع في القدر بتاعه زي ما كان عاوز في الوقت اللي كان نينج تشو هونجي وشان شان مشيين في القبل بيتابيلهم تانج شيا كانتها تقيمهم بس لما بتعرف ان نينج تشو تلميز فوزي بتتفق معاهم انها تساعدهم في مقابل انه يكتب لها اتفاق ووعدوا انه يخليها تنضم لمدرسة فوزي علشان هي كانت عاوزة تكون تلميزة لهم والطريق بيتكلم معاو بيحكي لها عن بيبي صديقه لما عارف ان الزئب بتاع اسمه بيبيو وكمان فجأة هم ماشيين بتريم عليهم رمح وحد بيعجبهم بسرعة رهيبة وفجأة برضو بيظهر شياو هو وساعتها نينج تشو بفتكر اللي حصل من 16 سنة لما عيلته كلها تقترت على ايد شياو هو وجنوده ولما بيحاول انه تقتل معا بش بيعرف يتغلب عليه وشياو هو بياخد منه السندوق اللي قاب بوابة الشياطين علشان فاكر انه فيه الكتاب السحري اللي كل عاوزين يسيطروا عليه ساعتها بيظهر ممان وبيحمي نينج تشو من ان شياو هو يقتله شياو هو بيمشي ولما بيفتح السندوق اللي فيه رماد ليانج شينج واللي بيكون المعلم بتاعه أصلا أما الكتاب السحري اللي بيدور عليه ما كانش نينج تشو لأ لسا بعدها هونجي بتمشي لوحدة علشان ترجع شي لينج وشان شان بتكمل طريقة مع نينج تشو وممان علشان تكون في حميتهم بعد ما بيوصلوها الجبل بتاعه نينج تشو بيسأل ممان عن الكتاب السحري وممان بيفجأه ويدهوله انه كان معه طول الوقت ده الكتاب اللي كان معلقه في حزامه من أول ما شفناه ونينج تشو ما كانش مسدق لان ممان سبق وعرض علي ان يبدله معه بالشمسية السودة بس نينج تشو رفض واول ما نينج تشو بيفتح الكتاب بيظهر ضوء قوي كان هي معنين اللي بيعرف يقرى ولا بيشوف فيه حاجة ولا كلمات حتى وفي اللحظة اللي الكتاب بيتفتح فيها بتحصل ظاهرة غريبة في السماء والكل بيعرف ان الكتاب السحري ظهر بلوقت اللي كان فوزي وصل للجزار وكان عاوز يعرف منهم سر الليلة الأبدية نينج تشو بيجي له خبر موت المعلم تانج سي ساعته بيتأثر جدا وبيفتكر كل لحظاته معاه وفاجأة بيلاقي لين لينج قدامه بيهجمه بيكتشف ان لين لينج خبير عقله بيسيطر عليه في ثواني بس نينج تشو بيغضبه وبيفتكر كل اللحظات اللي مر بيها وفي اقدان عيلته على ايد لين لينج ساعته قوته الشيطانية بتظهر وتتحكم فيه ساعتها بيكون قوته واضعاف لين لينج اللي قوت سيطرته على العقل نينج تشو ومش بيكون فعالة أبدا نينج تشو بييجم عليه وبيضربه بالسيف وطعنى واحدة منه بيقضى عليه بيها وبيمشي ولا كأنه عمل أي حاجة محدش قابه أصلا في الوقت ده وهو بيقاتل لين لينج في الوقت اللي كان لونج تشينج بيعيش أسوأ أيام حياته وبعد ما كان أمير بيتعالى على كل اللي حواليه وبيملك كل حاجة بأزاي المتشردين وماشي يتساول علشان ياخد بس حاجة كلها ساعتها مجموعة من المتشردين بيهجموه وجيها بتظهر وبتحميه منهم وبتطلب منه أن يرجع معاه بس هو بيرفو برضه ولما المتشردين بيهجموه تاني بيتر واحد منهم والكل بيخافه وبيغربه منه في الوقت اللي يانج بيقبض على سانج سانج بأمر من الجنرال شو شي علشان يحقاهه في قضايا القتل التلاتة بعدما راح للجنرال رسالة من لينج لينج إنه نينج تشو هو اللي قتلهم وشوسي مش بيعرف إنه يحميها واللي يانج بيفرض عليه قواته السحرية وبيقبض عليها غصبا عنه نينج تشو بقى كان أدرك إنه جواه القوة الشيطانية وكان خايف من الرد فالي مأمان والمعلم فوزي لما يعرفوا يطرده من المدرسة وفي الوقت اللي كان الجنرال رايح السانج سانج استجوبها ويعذبها علشان تقوله الحقيقة مينج تشو بيجي ساعتها بأمر من معلم الدولة بدخل يتكلم مع سانج سانج ويسألها لو كان المعلم تانج سي ساب معاه حاجة قبل ما يموت كان أصده هنا على مفتاح تعويزة حماية المدينة بس سانج سانج بتوريه البصلة الذهبية اللي جوانج مينج ادعالها وأول ما مينج تشو بيشوف البصلة الذهبية معاها بيعرف إنها خليفة النور اللي جوانج مينج اختارها فبيعتزلها ويسألها عن مفتاح التشكيل بس سانج سانج مش بتقوله أي حاجة تاني يوم بيبي بيجي وبيخرج سانج سانج من السجن ومحدش كان بيقدر إن يمنعه ولما وانج بيعترض بيبي بيضربه بقوة الإصبع السحري وهو كل قواته في إصبع السبابة وبإشارة واحدة منه ممكن يأتي لللي قدامه في يوم كانت الملكة عاملة وليمة وحضرها عدد كبير من زوجات الوزراء بتيجي الأميرة يولي ومعها ابنها وسانج سانج وقتها كانت زوجة الوزير زينجينج موجودة وولما بتشوف سانج سانج بتتشد ليها وبتفضل بركزها معها طول الوقت ولما الأميرة بتلاحظ ده بتسألها في إيه وبتحينها في نفس الوقت السيدة زينج بتقول لها إن سانج سانج بتفكرها ببنتها اللي فقدتها من زمان ولو كانت عشكت هتكون في نفس عمرها بعد الوليمة سانج سانج كانت في الحديقة لوحدها وسيدة زينج بتروح وراها تتكلم معها وبتعرف منها إنها تولدت في نفس السنة اللي فقدت ببنتها فيها ساعتها السيدة زينج بتحس بالأمل لما بتعرف إن ملهاش أهل ومتعرفش مين أبوها وأمها وبتحس إنها ممكن تكون بنتها في أدم تطلب من الأميرة أنها هي اللي توصلها بيتها سانج سانج بتوافق مع أن الأميرة كانت رفضة علشان مش بتحبها أصلا طول الطريق كانت بتتكلم مع سانج سانج علشان تعرف عنها كل حاجة ومن اللي ربها ولما بترجع لبيت كانت منهارة وبتحكي الجزء لوزير زينج اللي حصل وشك أن سانج سانج بنتها تاني يوم سانج سانج بتروح لبيت الوزير زينج كانوا عبليين كل الأكل اللي ممكن تكون بتحبه وساعتها السيدة زينج بتروح تديها المياه وبتوقع عليها بالقصد علشان تأمل حجة وتشوف العلامة اللي على لجلها موجودة ولا لأ فعلا بتشوف العلامة اللي تولد بيها سانج سانج وبتأكد من إنها بنتها فعلا وساعتها كانت فرحانة جدا والوزير زينج بيلوح يبلغ الملك وبطلب من الإذن إن ياخد سانج سانج لبيت لما إنها طلع ببنته الأميرة لما بتعرب بتدائي جدا لإنها كانت بتقرب من سانج سانج علشان تكسب نينج تشو لصفها في المستعبال الغريب إن سانج سانج بترفض إنها تروح مع أبوها وأمها بيتهم وتصمم منها تستنى ببيتها لغاية ما نينج تشو يرجع بعد كم يوم كان نينج تشو رجع لبيت فعلا بس تتصدب إنه جاي ومعاه شان شان ساعتها بتعرف إن ما كانتها في قلب نينج تشو ضايرت وإنه بيحب شان شان تانيهم بيروحهم الاثنين ومعاهم القدور اللي فيها رفاة معلمينهم علشان يدفنوهم بساعتها نينج تشو بتخانئ معاها علشان معلمها والسبب ومتعلته وكل الناس الأبرياء بسبب إشاعة ابن الظلام بعدها بيوريها قوته الشيطانية اللي بقى يمتلكها ورسها من كاها وران فسانج سانج بتخاف منه وبتجرع البيت في يوم كان نينج تشو في المدينة لما بيقابل جوان هاي من قبيلة عموج السماء جاي يتحدى في قتال ساعتها نينج تشو بيفكر بجد لأنه ممكن يفقد السيطرة على قوى وحيط إنه ممسوس بالقوى الشيطانية تتعرف للناس فكانش ينفع إنه يرفض التحدي ده وساعتها بيقرر إنه يكمل التحدي بس بيحافظ على هدوءه على قد ما يدر بيروح مع جوان هاي في قاعة تابعة لمعلم الدولة علشان يتقاتل مع جوان هاي من غير ما حد يشوفه ساعتها نينج تشو بيسمح لجوان هاي إنه يوم بحركته الأولى في اللحظة دي كان نينج تشو بيفقد السيطرة على غضبه القوى الشيطانية ظهرت عليه وعنية حاولت للون الأحمر وجوان هاي لما بضربه بقوى الروحية نينج تشو مش بيردوله الضربة بيخرجوا هما لاتنين مش حد منهم كذبان هما خسرانين لاتنين بالعكس بيكتسب احترام جوان هاي بسوة كان بيعاني من إصابة جديدة بسببه هجم جوان هاي بيمشي مع شان شان اللي كانت سان دا وبتأخر جدا على ما بيرجع البيت وقتها كانت سانج سانج مستنية وهي متضايقة لأن دي أول مرة يتأخر بره بالشكل دا وبلغت تحس إن شان شان بتاخده منها مع إن طول سنين اللي فاتك كانت بتحبه مش عارف إنها بتحبه للدرجة دي تاني يوم الصبح بدري كانت سانج سانج أخذت هدومها وكل أغراضها وبتمشي ونينج تشو نايم بتروح على بيت الوزير زينج أبوها علشان تعيش معاه في مكانها الطبيع بعدما أدركت إنه ملهاش مكان في حياة نينج تشو اللي بيعملها كخدمة بصير فيه من الإيام هيختار ويتجاوز غيرها أهلها بيفرحوا جدا برجعها ليهم في الوقت اللي كان نينج تشو بيدور عليها ومش عارف راحت فين ودي أول مرة يحس بغيابها لما مش بيلاقي الفطار بتاعه جاهز ولا حد بيهتم بيه فلما بيروح يسأل الأميرة يولي عنها بتقوله إنها رجعت لأبوها وأمها وقتها نينج تشو بيروح يتخنم مع الوزير زينج وكان عاوز ياخد سانج سانج معاه وهو ماشي والوزير رافض علشان بنته بتتعامل كأنها خادمة بس لما سانج سانج بتتكلم معا لوحدها وبتطلب منه النيابة عنها وإنها مش عاوزة ترجع معاه بتقوله إنه مش هينفع بيعيش معاه كل حياتها ويتجاوز واحدة تانية أو مش هيكون لها مكان عنده ساعتها الوزير زينج بيتدخل وبيقوله إنها يجاوزها في أحسن عائلة في العاصمة نينج تشو بيتعصب وبيغضب أكتر بس بعدها بشوية بيهدى وبيتكلم مع سانج سانج بهدو بحاول يقنعها بس هي كانت مصممة على موقفها الوعدة بيكون صعبة جدا حتى في المدرسة كل الإخوة الاثناشر بيجمعوا بيختاروا مين اللي مفروض نينج تشو يتجاوزها سانج سانج ولا شان شان أغلبهم كانوا شايفين إن سانج سانج هي الأفضل واللي مقدر لها تعيش معاه لأنها هي اللي مرت معاه بكل الصعاب وكانوا يسندوا بعض وأنقذته أكتر من مرة لدرجة إن مان مان وجون مو بيتوجهوا كانوا يتخنقوا مع بعض بسوي إن جون مو بيرشح سانج سانج ومأمام في صف شان شان لما البقائين بيلقوه ما يتخنقوا ويتقتلوا بيبعدوا شوية ولين يو بتدخلوا بتهديهم وبتقولوا إن الرأي في الأول والآخر لنينج تشو لإنه هو اللي يختار واللي يازم عليه إن يدفع طمع اختياره مهما كان في الوقت اللي كان بيبي مع نينج تشو بيتخنق معاه علشان بيفكر إنه يختار شان شان وبيفكر إنه سانج سانج هي اللي أنقذت حياته اللي مدت للحبة السحرية غصبا عن بيبي وهي اللي تبقى قادره لأنها هي اللي مرت معاه بكل الصعاب وكانت سبب في نجاته مش العكس ساعة نينج تشو بيفكر في كلامه وبيفتكر كل مضيه مع سانج سانج اليوم ملقاها وهي رضيعة وعرف إن بيبي عنده حق في الوقت اللي كان رجع المدينة بيقابل واحد من قبيلة عمود السماء واللي بيكون ابن تشو ني زعيمة القبيلة جاية حتى نينج تشو يتقاتل معاه علشان لما كان في البراري أهان تشو ني قدام الكل في لحظة كان الشاب ده ضرب الأرض بالعصائب بتاعته ونال نينج تشو وعي الإدراكه بقى زي ما يكون في عالم تاني علشان يتقاتلوا بقوام روحية في وعيهم اللي اتنين في الواقع وقفين مكانهم اتحركوز زي التماثيل وساعتا نينج تشو بيعرف إنه خبير عقله ومرة واحدة بيستلي سيفه الناري وبيحاول إن يتغلب عليه بس ابن تشو ني كان قوي جدا بيستخدم ضده مهارة سرية من بتاعة القبيلة بتاعته نينج تشو كان بيفقد السيطرة على قوار روحية وقوار شيطانية بتظهر وبيصد ضربته التاني مش بيعرف إنه يهزمه ولا يقتله وساعة نينج تشو بيعرف وبيذرك إنه ما يعرفش يعيش من غير سانج سانج وإنه تنوره في كل الليالة المظلمة وكل الصعاب اللي شافها ولما بيضي على إدن تشوني لما بيستخدم الشمسية السوداء التاني بيموت ساعة هبيبي بياخد نينج تشو بيمشو بسرعة قبل ما حد يشوفه هو في الحالة دي وبيبي بيعرف إنه نينج تشو جواه القوى الشيطانية وقبل ما نينج تشو يرجع البيت بيروح لشان شان ويعتذر لها وبيقابل فو زي هو في المطعم وما كانش في واهي بالكامل وبيقول لفو زي إنه بيتمتع بقوة الشيطانية وتاني هو مستشار الملك لين بيروح للوزير زينج ويقوله إن الملك بيؤمر إنه سانج سانج تروح الجبل مع نينج تشو لأنه فو زي هو اللي أمر بكده ولما سانج بتعرف إنه نينج تشو مصاب بإصابات خطيرة بتروح على طول على البيت ونينج تشو لما بيصح على ريحة الأكل وبتأكد إنها رجعت كان فرحان جدا في الوقت اللي كانت شو يري رجع لها جثة ابنها ولما التفحص هي أو شيخ القبيلة بتعرف إنه نينج تشو قتلوا بالقوة الشيطانية وبتبدأ إنها تخطط للانتقام منه نينج تشو بيروح لأهل سانج سانج الوزير وزوجته باتفق معهم إنهم يوافوا على صفارها معالي الجبل ويتضرب زي ما أمر فو زي في الوقت اللي كان مويو في شيلنج يعني بيموت ابن تشو ني وإن السبب في موته هي الطاقة الشيطانية بيفرحوا إن جانهم الفرصة لمهاجمة نينج تشو وحجة اللي قتلوا علشان يخلصوا منه مدرسة السيف كان ليو كين جات له لسالة من شيلنج بيطلبه منه فيها إنه يروح العاصمة ويتواجه مع نينج تشو ويقتله في الأول كان رافض بس يزميله في المدرسة واللي بيكون الخين اللي حاول يقتل شياو شي خليه رمى نفسه من فوق الجبل محتفظ بالسيف بتاع شياو شي وبيديل ليو كين وبيقوله إنه لو راح العاصمة ومعه السيف ده نينج تشو هيوافع على قتاله على طول ولما ليو كين بيسأله جد السيف ده من يين بيقوله شي لينج هما اللي بعتوا له السيف ده علشان يستخدمه في التحدي وقتالي يو كين بيوافع لأنه يسافر العاصمة ويتحدى نينج تشو مش عارف إن كل دي مؤمرة في المدرسة كان فوزي رجع وبطلب يقابل نينج تشو اللي أول ما بيشوفه كان خايف لأن دي أول مرة يقابلوا فيها فوزي بيعقبه وبيقوله يوه كم يوم في كهف التوبة لغاية ما يعرف الخطأ اللي ارتكبه مش كله بأنه اللي بيدخل كهف التوبة مش بيعرف يخرج منه غير لما يوصل لمستوى روحي معين وممكن جداً ما يعرفش يخرج منه أبداً تاني يوم بياخد سانج سانج معاه وبيطلع الجبل وفوزي بيحبسه في الكهف وبيعمل عليه حاجز من الطاقة مش بيخليه يخرج منه أبداً ساعتها سانج سانج مش بتمسي وتسيبه وبتقرر أنها تستنى في الكوخ اللي قدام الكهف علشان تونس وحدته وتكون متطمين عليه وبيعرف ما أمان أن فوزي عمل كده وحبس نينج تشو في كهف التوبة علشان يعزل طقته الشيطانية نينج تشو ما كانش قدامه أي طريقة أن يخرج من الكهف غير أنه يرتقي بقوار روحية يعني ما بيفشل أن يخرج من الحاجز ولما بنروح للونج تشينج في النحية التانية كان قابل المعلم تشين مو اللي سبق وكان قابله وطفل صغير وتشين مو كان مقايب بالبحر وفوزي هو اللي حبسه بالشكل ده وما بيعرفش أن يخطو على الأرض أبدا المهم أن تشين مو بينادي على لونج تشينج وبيتفق معاه أن يكون تلميزه وتشين مو بيبعته الجبل علشان يروح المدرسة بتاعته ويتعلمه في الأيام دي كان الباسة من شيلينج وصله العاصمة علشان يأخذوا سانج سانج معهم المدرسة علشان يعلموها حتى أن ليوكين كان جايه وكمان علشان يتحدى نينج تشو بس بيلاقيه في العزلة قرر أن يستنى لغاية ما يخرج علشان مش ينفع أنه يرجع من غير ما يقتله أما بيبي فبيقابل تانج تشو ولما بيعرف أنها من قبيلة الشيطان بيحاول أن يخناعها تمشي من العاصمة قبل ما يحصل لها حاجة بس تانج شياو بتقوله على الاتفاق اللي بينها هي ونينج تشو ونها جاية علشان تكون تلميزة فوزي سانج سانج وقتها كانت بتعلم نينج تشو زي يوصل لمرحلة السلام النفسي والروحي اللي تخليه يخرج من الكهف وبيتفاجئ أنها بتعرف تدخل من الحاجز وتخرج براحتها والسبب ده طاقة النور اللي جواها فوزي لما بيشوف تانج شياو بيوفي على أنها تنضم المدرسة ودي كانت مفاجأة لبيبي فوزي بيبعد تانج شياو لليانيو علشان تكون تلمزتها وليانيو بتخليها الأول تنطمن على الشلال 129 مرة وتانج شياو بكل حماسة وإصرار بتنفس كلامها مع أن بيبي كان بيحاول أن يمنعها وبيقولها كفاية وكده ممكن تموت بس إصرارها كان أكبر من أنها تستسلم في الفترة اللي عضاها نينج تشوف الكهف كان كل زميله في المدرسة بيروحوله باستمرار ومش بيسيبول واحده أبدا في الوقت اللي وقف ده شي نينج كانوا وصلوا علشان ياخدوا سانج سانج بس هي بترفض أنها تمشي معاهم وبتقول لهم أنها لازم تاخد موافقة نينج تشو الأول ساعتها بيبي بيجري على نينج تشو وبيقول له أنهما ياخدوا سانج سانج ساعتها نينج تشو بيتعصب وبيتكسر في الكهف علشان يخرج من غير أي فايدة لغاية ما بيفتكر كلامها عن إزاي يوصل للسلام الروحي ولما بينفذ اللي قالت عليه بيخرج من الحاجز اللي على الكهف وبيجرب سرعة علشان يلحق سانج سانج بيرفض أنها تمشي وتروح شي لينج ولما مو يو بيحاول أن يقنعه لأن دحقها واجبها ما أنها خليفة النور اللي اختارها جوانج مينج ساعتها نينج تشو بيطلب من سانج سانج أنها توافع على جهازهم الأول قبل الموضوع ما اتطور لقتاله وحربة بين الاتنين مو يو بيدي له فرصة يومين يفكر قبل ما يمشوا من العاصمة شوية وليو كين بيتواجه مع نينج تشو منينج تشو أول ما بيشوف سيف شياو شو بيتصدم وبيغضب وبيتقاتل مع ليو كين بكل قوة وعنف وبيسأله بس ليو كين مش بيقوله منينج تشو بيهاجمه بسيفه وفي لحظة بيرفع السيف في السماء وبيحاول الطاقة الشيطانية لقوة النور وبيحصل صوته الشيط جدا بيتسبب لليو كين في انه يامي وياخد سيف شياو شو لونج تشينج كان مع المعلم تشو مو بيتعلم منه ببعته على مدرسة المعرفة والالتزام علشان يكمل تدريبه هناك لونج تشو بيرجع الكهف تاني علشان يكمل عقابه ولما بيقرأ كتاب سري بيشوف الحروب بطير من الكتاب وبتنطبع فعاله وبكتسب قوة كبيرة شوية وفوزي بيجي يتكلم معه وبيقوله على الليلة الابدية والناحية فعلا مش اسطورة زي ما الناس فكره بساعة بيشوف كينينج تشو انه هو ابن الظلام اللي بيقوله عليه وعلشان كده الكل عاوزين يتلوه وهو سبب في موت عيلته كلها جمه لما بيسأل لينكين عمكان شياو شو مصيره لينكين بيقوله على اللي حصل وانه شياو شو اقتحم جناح السيف في الوقت اللي ليو باي كان في العزلة ومتصاب بساعة ليو كين بيوم الزماله انهم يخرجوا من المدرسة ولم يعالج يصابته في خلال سنة يبقى يرجع تاني وده كل اللي يعرفه في الوقت اللي بنعرف ان شياو شو لسه عايش وكان فيه واحدة من اهل القرية في الوادي انقذته اخذته ببيتها تعلقه لغاية ما يسترد صحيته بعدما فقد الوعيه قدام ببيتها فوزي كان اقنع نينج تشو ان يخلي سانج سانج تختار وانها تروح شي لينج تتضرب وفعلا تاني يوم بيروح معاه يقبل المعلمين وسانج سانج بتوافق ان يطروح معاهم بس بعد ثلاث سنين على ما نينج تشو يحاقع حلمه ووعده في الانتقام من شياو هو في الوقت اللي كان ليه وباي بيحاقع علشان يعرف ايه اللي خلى ليه كين اخوه صغير ويروح يواجه نينج تشو يستخدم سيف شياو شو بدل من سيفه وبيعرف مين الخين وبيقتلهم بعدها بيبعت سيفه السحري بعدما بيستخدم سحره ويحوله السيف على الورق وببعته الهونج هي علشان تستخدمه في قتل الشيخ الضريح علشان هو اللي بيعمل المؤامرات ومن ساعته وبيقرر الانفصال عن شيلينج وبينسحب من التعاون معهم في اي حاجة شياو شو كان في الوقت ده بيحاول ان يتغلب على صابته ويتعافى في اسرع وقت علشان يرجع الجبل بس في اليوم ده اهل القرية بيحجموا صاحبة البيت علشان بتساعد شخص غريب ولما بيلاقيهم بيهنوها هو بيحجمهم وبيضربهم كلهم وبيخليها تسيب القرية وتسافر معها علشان تعيش في امان في مكان تاني لما شيلينج بيلاقيهم بيخسروا كل حلافهم والخطة بتاعته مقبوز بيبعثوا ليشياوهو حبة سحرية هتخليه يوصل لأعلى مستويات القوى الروحية ومحدش هيدر يتغلب عليه في الوقت اللي كان لونج تشينج وصل للمنطقة المجهولة وبيدور على الاتجاه اللي فيه مدرسة المعرفة بس ما كانش عارف في اي اتجاه خالص ساعتها بيظهر المعلم الاكبر وبيعرف انه لونج تشينج وبياخده على المدرسة وساعتها لونج تشينج بيتفاجئ انه ظهر قدامه طريق سليم وبيطلع عليه مع انه ما شفوش قبل كده اول ما بيوصل للمدرسة بيطلب من المعلم ان يشوف كتاب التنبؤات علشان يعرف مصير نينج تشو نينج تشو كان رايح للوزير زينج وبيطلب منه ان يتجاوز سانج سانج وابل ما امله تقوس الجواز سانج سانج بتطلب تأجيلها لغاية يتم انتقامه من شياوهو الاول في الوقت اللي كان تانج زعيم الشيطين يتسلد لمعسكر شياوهو بيقتله علشان يقتله ويتقدمه في البناري ويستعيده كل اراضيهم من غير تهديد شياوهو بيتفاجئ انه من نفس القبيلة وانه خانهم زمان وانضمن الملك وكمان اتى المراته بايده علشان يكتسب قوة اكبر شياوهو بيستغل هجوم تانج عليه وانه يستخدم قوة الشيطان اللي في سيف الزعيم وبيستخدم الحبة السحرية ويمتص القوة دي كلها وبيوصل ساعتها لمستوى اعلى من القوة الروحية وبقى لا يقهر بس مش بس بيقيت التانج وبيسيم وبيمشي وهونجي بيوصل لها رسائلة ليو بايو سيف النهر العظيم وانه بتمسك الورقة بتنتقل لبعد تاني وبتشوف المهارة السرية لسيف النهر العظيم وازاي تستخدمه ولما بنرجع لنينجتشو كان بيقابل الملك اللي بيوريه الكهف اللي فيه بتشكيل السحر بتعويزة حماية العاصمة وبيدي له مفتاح التعويزة لانه هو خليفة تانجسي بيعرف ان التشكيل ده هيتفعل لما تكون العاصمة في خطر حقيقي بعد انينجتشو بيروح لطريق الطائر الناري وبيسيطر عليه بمعرفة التعويزة وبيكبره على ان يطيعه مش بيهاجمه تاني لونجتشو كان بيوريك تاب الرمال وبتعلم منه مهارات سحرية وسرية جديدة مكانش يعرف عنها حاجة قبل كده وكل اللي كان مالي قلبه وتفكيره كون الزاي يرجع قاوة من الاول علشان ينتقم من نينجتشو مع انه ما عملوش حاجة بس كل اللي بينه مع داوة وحقد وقراهية اللونجتشينج علشان نينجتشو هزمه بقى هو تلميس فوزي وعشان يوصل اسرع بدأ انه يدور في الكتب الممنوعة والمهارات الشيطانية وانما بيفتح كتاب منهم بيغم عليه لما بيظهر لوحش اشتاني بعد ان المعلم بيتخاني معاه لانه مش بيفكر غير في الانتقام وبيعقبه انه بيخليه قوم بمهم اكتر في الوقت اللي كانت هونجي في الضريح بيهاجمها تلاتة من المقنعين وكانوا هايتلوها بس اتفجر قوار روحية فيه ومكتبعد عنه وهنا بتقرر ناتين تيم من الكل وتستخدم سيف ليو باي نينجتشو كان بيخطط للانتقام من شياوهو بيختار كل تفصيلة انفاو في اقتاله معاه او الحاجة بيعملها بيخلي شو سي يشتري له بحير الدومينج لانه عارف انه نقطة ضعف الشياوهو هي المية هونجي بتقاتل مع لو كيدي بسيف النهر العظيم وبتدمر له واحدة من عينيه وبتسيب له علامة بيفتكرها بيها كل مرة يفكر انه يزيها لانه ساعتها تقتله لونجتشينجي كان في الغابة لما بيسمع صوت بينادي عليه فلما بيدخل كهف سر بيلايه صح بالصوت واللي بيكون واحد من الاستوريين والله عبر بوابة العوالب من 20 سنة وكاها وران حاول اقتله بوابة قفلت عليه وتقطع نص الصفلي وعايش من يومها محبوس في الكهف ده مش عارف يخرج منه ساعتها لونجتشينجي بيخاف منه وبيحاول انه يخرج بسرعة بس الراجل ده بيسيطر عليه بقوار روحية قوية جدا وبيحاول انه يمتصل باقي قوار روحية بعدها لونجتشينجي لما بيرجي على المدرسة بيطلب من المعلم انه يشتغل في المختبر والصيدلية ويحرصهم عشان كان بيخطط انه يعمل دواء وحبة سحرية تخليها استرجع قوته زي ما الراجل اللي في الكهف قال له هناك بيلاي حبة سحرية ممكن انها ترجع له كل قوات سحرية وتفتح مصارات الطاقة في جسمه تاني بس هو مش بيعرف انه يسرعها لونجتشو بيخلي زميل يعملوله قنابله بزرعها في البحيرة علشان واتم واجهته مع الشياء وهو يستخدمها كفخ اما لونجتشينجي بيرجع تاني الكهف علشان يعرف من الراجل طريقة عمل حبة سحرية ترجع له قواته والتاني بيوجهه انه يعملها بنفسه والطريقة في كتاب الرمال ساعة لونجتشينجي بيتحمسه بيروح بسرعة علشان يعملها بس بيفشل فبيرجع تاني للراجل في الكهف وبيعرف منه انه لازم يستخدم دم القلب حتى لما بيعمل كده وبيستخدم دم قلبه والوردة السحرية اللي جيه كانت زرعها في صدره عشان يتعافى بما انه اصابته كملهاش علاج بيفشل تاني والمرضي بيغضب جدا وما كانش عارف يعمل ايه تاني ويتشينجي اخو يونجيه كان اخيرا خرج من عزلته بعد محاق مستوى اعلى في الطاوية اول حاجة ايه تشينجي بيعملها انه بيروح الضريح وبيقابل زعيم شيلينج ونعرف انه واحدة من الرحالة التلاتة اللي شفناهم في اول المسلسل تاني زعيم الشيطين ويتشينيان كانوا هم اللي شافوا علامات الليلة الابدية لما بيعرف منهم من النينجي تشو وابن الظلام بيمشي علشان يروح يقضع ليه بليل نينجي تشو بيتفاجئ بان باب بيته عنده بحيرة منجي بيتكسر ولما بيخرجوا شوف مين اللي هاجمهم بيلاقيها هونجي تطلب منه انها تقعد معهم كم يوم لانها سابت شيلينج خلاص الامور كانت بيتتعقد والامير اخو الملك بيروح يقابل شياوهو بيقوله انه مش عايز يتقاتل مع نينجي تشو لانه مش سهل ويكون خطر عليهم خصوصا لو اتغلي بعد الشياوهو بس الشياوهو مش بيخاف وشايف انه اوا واحد ومحدش عاره فيها في وصاده اصلا ونينجي تشو بالنسباله حتة نملة بيبي في الوقت اللي كان رايح لنينجي تشو بيشوف هونجي هناك بيخاف منها كان عاوز يمشي بس نينجي تشو بيخليه يوعي يتكلم معها لانها تبقى اخته في المدرسة وبيخاف منها لانها هي اللي خوفته من ان يكون خليفة ابوه ويشيل مسئولية كبيرة فبيختار انه يهرب ولانه يشيل مسئولية الطايفة بتاعتهم تاني يوم هونجي ييب تدي لنينجي تشو سيف النهر العظيم علشان يستخدمه في انتقامه من شياوهو شياوهو كان في الفترة دي بيستعد لمواجهة نينجي تشو بيروح يودع اخته الملكة ومع محاولاتها لان مش بتعرف تقنية انه يتراجع عن مقاتلة نينجي تشو في الوقت اللي كان ييت شينجي راح العاصمة وبيقابل ممان اللي بيقوله انه قلطان في طلبه في مواجهة نينجي تشو ولانه مش ابن الظلام زي ما بيقوله نينجي تشو أتاكر راح يقابل شياوهو وبيتفق معاه على معات قتالهم والمكان ولي بيختار انه يكون بحيرة مينج واللي حاليا بيكون متجمدة في الشتاء فعلا شياوهو بيوافع على قتاله في المكان والزمان اللي قال عليه ونرجع للونج تشينج اللي كان يتعلم مهارة العيون الرمادية من الكتب السرية واللي بيتخليه يقدر يمتصل قوى الروحية لأي حد قدامه بعدها بيروح الكاف وبيقابل الرجل اللي هناك وكان المرة دي متعصب وغضبان بطريقة ما لهاش وصفه بيقرب منه من غير خوف السحر بينله من قوى الروحية علشان يديله القوى يمتهم من المدرسة ومنفوزي وكل تلامزته بس بعد ما لونج تشينج بيجرب قوته ومش بيعرف ان يكتفي بالقدر الصغير ده ومرة واحدة لونج تشينج يعنيه بتتحول للون الرمادية بيمتصق كل القوى الروحية اللي بيمتلكها السحر اللي غايت ما بيموته بيخرج بعدها من الجبل وبيروح علشان يقتل نينج تشو وكان باين عليه القوى اللي استمدها بس ما ليه ان شر وكراهية في الوقت اللي كان لونج تشينج راح لهونج ييو بيتخانق معاها علشان كانت السبب في هروب بيبي من المدرسة بس يعملت كده علشان تفضل السكة لينج تشينج علشان يكون هو خليفة المعلم الأكبر وقبل ما لونج تشينج يخرج من المدرسة بيسرق الحبة السحرية ولما المعلم بيحاول يستردها لونج تشينج بيرفض ان يدهاله بيبقى حاله هو ساعة المعلم مش بيعرف ان يتغلب عليه لما بيهجمه ولونج تشينج بقى بينتقل بسرعة البرع وبيختفيه الملك كان عارب بانه أخوه الأمير هو اللي وراءت لعيلة نينج تشوه زمان والله حرد شياوهو كلفه بالمهمة دي وهو اللي لفق تهمة الخيانة للجنرال لين تاني يوم في اجتماع الحكومة بيسأل الملك شياوهو عن الحادثة وشياوهو بيدافع عن موقفه بيقوله انه مش ندمانه وانه كان بيحاول انه يحمي المملكة والعالم كله من الشر والظلام اللي يسيثر على الأرض لو عاش ابن الظلام وتحاية النبوة بيستقيل شياوهو من منصبه وبيمشي من المجلس من غير حتى ما الملك يأزله ساعتها كانت الملكة في موقف لا تحسد عليه لأن أخوها بقى بيعارض الملك ورايح لموته لا محالة في الوقت اللي كان شياوهو خارج من الأسر بيلاقي نينجتشو مستنيه ومعاه سانج سانج وبتحدى شياوهو ويكتب بدمه على ورقة وفقيته على قتال شياوهو فعلن شياوهو وكمان بيعمل زيه والقتال هيكون بينهم حتى لموت أي أن كان اللي يموت مين فاللحظة للملك بيخرج من الأسر وبيعلن قدام الكل تبريت الجنرال لي من تهمة الخيانة اللي تلافقت له من 16 سنة وكانت سبب في موته هو ووعلته أما الخايم بيتم يعدامه هو ووعلته كلهم علشان ما يكونش في فرصة أن حد يرجع وتمرد ويحاول الانتقام وبعد ما الوزير بيقول أسماء كل اللي تردلهم اعتبارهم من اللي تقتلوا في مجزرة هيلة لين نينجتشو بيقول لهم أنا ما سمعتش اسم أبويا وأمي وهنا كانت الصدمة والمفاجأ إنه مش ابن الجنرال لين زي ما الكل كانوا فاكرين بيطلع أنه ابن البواب وابن الجنرال كانت قتل يومها فعلا أما نينجتشو فيبقى ابن البواب وبيقول ليه اتكرته إن ابن الجنرال هو ما ينفعش إن أي حد يعيش غير الأمير ولازم الشخصية الرئيسية يبقى أمير ولازوه شأن في البلد فالنبواب ما ينفعش مثلا يكون شجاع وينتيم ليلته بيكمل كلامه يقول لهم إنه ما 16 سنة وهو مصمم وبيرسموا بخطط إزاي انتيم لكل الأبرياء اللي ماتوا في اليوم ده الكل ساعة بيتفاجه لإنه ما كانوش متخيلين إن الشاب بسيط هو يكون بالشجاعة دي ويحاق انتقامه بقى أشهر واحد في المملكة ويدر حتى إنه يتغلب علاقة وناس في عالم الفنون الروحية وأسبق قدرته وشجعته بعدها نينج تشو بيمشي هو وسانج سانج وبيرجعه بيت البحيرة الحقيقة إن مش الملك واللي في الأسر هما بس اللي اتفاجوا بالحياة دي إخوات نينج تشو في المدرسة كمان ولما مام مام بيسأل فوزي بيلاقي عارف كل ده وشاف كل حياة نينج تشو من البداية للنهاية وإنه شافوا يوم المسبحة وإنه هو الوحيد اللي نيجي وهرب منها وشافوا لما لقى سانج سانج الرضيعة وهي بتبكي وسط الجسس في ريلي ببرد وإنه أنقذها يومها واخد الشمسية السودة اللي كانت جنبها ده غير حياته في الجبل وفي مدينة وي وإزاي بقى قاتل طاعت طرق وكل صعبات اللي مر بيها حتى يوم المسبحة وطلوع الجبل فوزي كان عارف كل ده وكان بيفكره بكاها وران لأنه نينج تشو كان أكتر واحد يشبهله والاثنين كان بيحلموا بالحرية بأي طريقة إن كانت وحرية نينج تشو كانت في إنه يحق انتقامه من شياوهو ويقتله بس بالليل كان يينج تشينج بس بالليل كان ييت تشينج راح لنينج تشو يطلب منه بني يسيب شياوهو يتقعد بسلام ويسيبه من حكاية الانتقام دي هو بيرفض ومامان بيظهر ويتكلم مع يينج تشينج ويروح معاه عشان نينج تشو يرتاح ويستعد لموجهته مع شياوهو بكرة مامان بيتقاتل مع ييت تشينج اللي كان مصمم على رأيه وفاكر إنه قوي والتيل بسرعة الضوء هو ومامان ساعتها بيهاجم مامان بسيف السحري بس مامان بيأكس الهجم عليه وبيخليه تجمد في مكانه لما كان هيموت وأول ميت تشينج بينسحب بيحرره وبيمشي في الوقت اللي كان كتير من أهل المدينة جايين عند البحيرة علشان يتفرجوا على قتال شياوهو ونينج تشو بس جنود الملك بيمنعه إن أي حد يدخل أو يقرب من المنطقة وإلا هيتعدم فالكل بيخاف وبيمشو شياوهو بيروح البحيرة اللي كانت الجنودية علشان قتاله الأخير والكل كانوا شايفين إنه نينج تشو ما بيفهمش علشان بيغامر وبيقاتل شياوهو هو أصلا مش قده ولا في قوته خصوصا بعدما شياوهو وصل لأعلى مستوى من القوى الروحية ده غير الدلاء السحري اللي بيحميه أول ما القتال بيبدع بينهم نينج تشو بيرمي شياوهو بأسهم الطلاتاشر والتاني بتصدى ليهم كلهم بس بيكتشف إنه نينج تشو كان بيرميهم عليه علشان يرسم تعويزة طييده وشياوهو بيفهم ده وبيتخلص من التعويزة وبيكسرها وما فيش حاجة بتقيده ساعتها بيرمي الرمح بتاعه في السماء لغاية ما بيكسر التشكيل السحر وساعتها نينج تشو بيفجر القنابل اللي كانت في البحيرة وبتحب الشياوهو علاقاتها الجليد والمية بتحوطوا من كل ناحية بيعرف إنه نينج تشو كان عامله الفخ ده وبيشتغل على النقط ضعف المية وساعتها شياوهو بينطه وبيخرج من الفخ ده وبيتقاتل معاه وراجل لراجل بيستخدم قوات شرطانية بس شياوهو بيطعنه بالرمح وبيقوله إنه مش كاه وران علشان يقتله شوية ونينج تشو بيستخدم سيف النهر العظيم وبيضرب به شياوهو لغاية ما بيضمر له جزء من الدرع وساعتها شياوهو بيهجم على نينج تشو بيغره في البحيرة وكان هيموت في اللحظة دي سانج سانج بتجري على نينج تشو تطعن شياوهو بالشمسية في ظهره بصوى بيضربه وكان هيتلها ولما بتصرخ نينج تشو بيسمعها وبيشوف كل اللي حصل له بيخرج فجأة من المية بعد ما كان بيموت وبيهجم على شياوهو زي المجنون هو بيقوله ويبعد عن سانج سانج وبيفضل يطعنه ويضرب فيه بس شياوهو مش بيتأثر ساعتا نينج تشو قويته بتتحد مع سانج سانج وبيعمله الإنارة الصحرية بيضرب شياوهو ضربة بتضمره بس لأسف سانج سانج بتفقد كل قوها وكانتها تموت بعد أشاوهو بيوم تاني وبيستخدم الحبة الصحرية للدهال وشيخ الدرية شيلينج بس بيكتشف إنهم زيفة وبدل ما تدي للقوة بتضمر قوار روحية وجسمه بأزئي البركان والجامري بتفجر في لحظة وهو بتلاشى فاخر أنفاسه بيقول لي نينج تشو إن شيلينج استخدموه علشان يقضوا عليهم هما الاتنين وبطلب منه إن يحمي الإمبراطورية والملكة أخته يقول لي يخليه فاكر إنهم أعظم عداوه ساعة شياوهو بيرميه بعيده وبتفجر وبيموته وبيفتكر كل انتصاراته وأخطاوه في الحياة والأميرة يولي لما بتعرف إن شياوهو هو اللي انهزم بتفرح جدا وبقت وثق من إن أخوه هو اللي هيبها لإمبراطور لإن ما فيش حد تاني يحمي الملكة وابنها الصغير أما بالنسبة لسانج سانج فكانت فقدت كل قوار روحية في الوقت اللي كان لونج تشينج بقى أقوى من اليوم مرة وبتأمل في كهف الوحد وبيخرج أخيراً وبتوعد بالموت لنينج تشو في الوقت هنا بتخلص أحداث الموسم الأول يا ترى إيه اللي هيحصل لسانج سانج لنينج تشو هيعرفين قزها ده اللي أنا عرفه في الموسم الثاني لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعملوه